إلى الدولار والأزمة المعيشية ككل صار الاستحقاق النيابي المقبل على كل شفة ولسان فالمرشحون المعروفون والمستتيرون بدأوا نشاطاتهم وحملاتهم فيما الناخبون باتوا اليوم أمام مسؤولياتهم الوطنية التاريخية أكثر من أي يوم مضى فإما ينساقون للحملة الشعواء التي نظمتها المنظومة الفاسدة للانقضاد على الطرف السياسي الوحيد الذي اقتحم المشهد السياسي بقوته الشعبية مجسدا مطلبي المشاركة والإصلاح وإما أن يدركوا اللعبة الخبيثة ويكشفوا هذه المسرحية فيحاسبون الفاسدين المموهين بالإصلاح ويكرسون موقع الميثاقيين والإصلاحيين الفعليين المعرضين منذ سنتين تقريبا لحرب إلغاء كاملة الأوصاف والمعالم واليوم جدد التيار الوطني الحر في بيان لهيئته السياسية الإشارة إلى أن اقتراح إجراء الانتخابات النيابية في آذار بدل أيار مستغرب ويصعب تنفيذه نظرا لمجموعة ظروف وإسباب في طلعتها استحالت التحرك في المناطق الجبلية بسبب الأمطار والثلوج كما أنه يقلص الوقت المطلوب لتأمين مستلزمات انتخاب المغتربين ناهيك عن عدم دستورية تقصير المهل المتعلقة بلوائح الشطب وإلغاء حق الآلاف من المستحقين للإقتراع أضف إلى ذلك حلول الصوم لدى المسيحيين والمسلمين في شهري آذار ونيسان وإذ شدد التيار على أن قانون الانتخاب الساري المفعول كرست دائرة السادسة عشرة التي تضم القرات الست كدائرة خاصة بالمنتشرين من دون أن يحرمهم من أن يشاركوا بالانتخاب في دوائر نفوسهم إذا اختاروا ذلك وأكد البيان أن التيار سيقوم بكل ما يلزم لمنع المصالح الظرفية وحسابات كسب الأصوات التي يتوخاها البعض من التفريط بهذا الحق القانوني والدستوري والاستراتيجي للمنتشرين والذي كلف الحصول عليه سنين من النضال وفي سياق متصل أسفة تيار لقيام الغالبية النيابية في جلسة الليجان المشتركة بإلغاء إصلاح أساسي أقره قانون الانتخاب وهو البطاقة الممغنطة مع التوجه الواضح لمنع قيام مراكز الاقتراع الكبرى أو الميجا سنتر موسيقى